انعقدت الجولة الخمسة عشر للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس وذلك برئاسة كل من وزير الخارجية سمح شكري ونظيره التونسي نبيل عمار وبحضور وفدي البلدين وأشهد الوزيران خلال جولة المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ حيث أكد على أهمية مواصلة التشاور والتنصيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية في البلدين خلال الفترة المقبلة ومن بينها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين وكذا اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة فضلا عن استمرار التنصيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك